الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيب ومباركاً فيه من السماء ومن الأرض ومن أما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ النوي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب الحث على سور وآيات مخصوصة قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وهذا الحديث فيه فوائد أولها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه البيوت بالمقابر تشبيه البيوت بالمقابر بأن تترك فيها قراءة القرآن وأن تترك فيها الصلاة فإذا تركت فيها الصلاة وتركت قراءة القرآن في البيوت صارت كأنها مقابر لا حياة فيها فدل على أن حياة البيوت تكون بعمارتها بكتاب الله عز وجل بقراءة القرآن وبالصلاة فيها ولذلك كان خير الصلاة صلاة البيت إلا المفروضة وذلك من أجل عمارة البيت بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن وإذا كانت البيوت خالية من كتاب الله سبحانه وتعالى من قراءته ومن الصلاة فيها فإن الشياطين تستولي على أهلها فلذلك يستحب للمر أن يجعل له من صلاته في بيته فإن ذلك خيرا له ويجعل من قراءته للقرآن في بيته فإن ذلك خيرا له وخصوصا قراءة سورة البقرة فإن سورة البقرة تطرد الشياطين وينفر منها الشيطان فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من قراءته هذه السورة في البيت وإذا كان المسلم يختم القرآن دائما ومتكررا فإنه سيقرأ هذه السورة في بيته ولابد ومن هنا ينبغي المسلم إذا كان يقرأ القرآن وكان عنده سورة البقرة أن يجعلها في بيته حتى يتحقق فيه هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة وهنا قال تقرأ والمراد بالقراءة الشخصيا يقرأ الإنسان القرآن لا كما يفعله اليوم كثير من الناس يعني يشغل المذياء على سورة البقرة ويجعل المذياء يشتغل في البيت على سورة البقرة ويظن أن هذا هو المقصود لا المقصود قراءتك أنت سورة البقرة قراءتك أنت وأهل البيت لأسورة البقرة في البيت وليس تشغيل المذياع فالمذياع ناقل ليس له نية وليس له قصد وليس فعله هو عباده ولكن فعلك أنت عباده وطاعه لأنك نية لك قصد تؤجر على قراءتك نعم تؤجر على السماع لكن هذا المذياع ليس له نية وقصد وعباده لكن أنت تؤجر بالسمع لذلك على مسلم يقرأ هو بنفسه ويقرأ أهل البيت هذه السورة ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن المقابر لا يجز فيها قراءة القرآن ولا تجز الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة فدل على أن المقابر لا تقرأ فيها لأننا لو لم نقرأ القرآن في البيت لكانت كالمقبرة فدل على أن المقبرة لا يقرأ فيها فقراءة القرآن في المقابر بدعة وكذلك الصلاة فيها أشد وإذلك الصلاة في المقبرة لا تصح أبدا وإذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض طهور إلا المقبرة والحمام إلى المقبرة والحمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور فالصلاة في المقابر لا تصح هذا أولاً وثانياً هي وسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإذلك يجب قضع جميع الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر فكل وسيلة توصل إلى الصلاة في المقبرة يجب أن تقطع لأن الصلاة فيها وسيلة إلى أعظم منها وهي الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة هذه القبور من دون الله فالعقول حالياً قد لا تستوعب هذا أن قد يقع الشرك بسبب هذا لكن هذا على المدى البعيد فالشيطان لا يأتي إلى الناس مباشرة يقول اعبدوا القبور مباشرة وإنما يزين ويزين ويزين ويفعل خطوات حتى يوقع الناس في الدركات فلذلك يجب قطع جميع ما يوصل إلى هذا الأمر هو الصلاة في المقابر ومنها وضع المظلات في المقابر ووضع المظلات في المقابر كما تفعل الآن في بعض المقابر كل هذا لا يجوز لأنها وسيلة إلى أن تصلى فيها وذلك صدرت فتاة من اللجنة الدائمة للإفتاء بعدم جواز وضع هذه والأمر بإزالتها فلا يجوز وضع هذه المظلات في المقابر لأنها وسيلة إلى أن تصلى فيها وقد وقع هذا مثلاً المقبرة التي هنا عندنا رؤية فيها وناشي صلون الصلوات صلون في هذه المظلات التي كانت داخل المقبرة جهلاً منهم فوضعت الوسيلة إلى هذا الأمر فتحقق الأمر وإذا بقي الأمر على مكان زاد الأمر عن هذا الحد حتى يقع الناس في الشرك وهم لا يشعرون فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت لتقرأ في صلة البقرة فدل على أن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن وكل ذلك من البدع فأمرنا أن نجعل البيوت تختلف عن المقابر فنصلي فيها ونقرأ فيها القرآن خاصة سورة البقرة وقد مر علينا أيضاً حديث النبي عليه السلام أقرأوا البقرة فإنها فإن أخذها بركة ولا يستطيعها البطلة والبطلة قيلهم الشياطين وقيلهم السحرة وهو يشمل الاثنين فالسحر والشياطين كلهم شياطين شياطين إنسوا شياطين جن لا يستطيعون هذه السورة العظيمة لأن هذه السورة العظيمة فيها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي التي هي أشد على الشياطين أشد على الشياطين آية الكرسي لأنها توحيد لله توحيد خالص فيها عشر صفات لله سبحانه وتعالى وقيل إن فيها اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى فعظمة هذه السورة وهي عظيمة بعظمة هذه الآية آية الكرسي سيمر علينا بالناس سبحانه وتعالى في الدرس القادم الكلام عن فضل هذه الآية العظيمة هذا والله أعلم وحكم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم الصلاة ما وردنا هي على صلاة الجنازة مستثناء يجوز يجوز ونذكر مثلا إن شاء الله في الدرس الجاي بإذن الله لأنها أي نعم إن شاء الله بإذن الله عز وجل